يبدو أن التنافس الشديد في الساحة السياسية السودانية لخطب ود الجماهير بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على أشده فبالتزامن مع لقاءات جماهيرية وفئوية للمجلس العسكري تزايدت دعوات قوى الحرية والتغيير لندوات سياسية في الأحياء قالت إنها لإيصال برنامجها السياسي خاصة مع حظر استخدام الانترنت في السودان التصعيد وإن كان يؤخر الحل إلا أن التسوية السياسية للأزمة السودانية تصبح كل يوم واجبة فالراجح بحسب المراقبين أن الذي يقوم به الجانبان من باب الكسب السياسي قبيل الجلوس للمفاوضات مجددا في اعتقادي أن التصعيد الذي يصدر من هنا وهناك من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير هو في إطار كسب المزيد من المساحات من أجل الدخول بسقوفات أعلى أو بمراكز قوية في العملية التفاوضية الأطراف تدرك تماما أن لا خيار إلا الحوار والتفاوض وقالت قوى الحرية والتغيير أن وفدا منها التقى برئيس الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا على الرغم من عودة التصعيد إلى الشارع السوداني إلا أن الشارع ما يزال يودع رسائل انتظار الحل في بريد الفرقاء السودانيين أحمد العربي قناة الغد الخرطوم اشتركوا في القناة